كما نبه رئيس السيسي إلى أن محاولة عرقلة مصر وجهود التنمية فيها مستمرة وسوف تستمر وشدد الرئيس السيسي في هذا الإطار على أهمية الوعي الذي بدونه لم يكن في استطاعة المواطنين تحمل الظروف الصعبة وارتفاع الأسعار الذي لم نكن سببا فيه الوعي الحمد لله رب العالمين موجود لدى كل اقتعاد الشعب المصري ولو الوعي ده مش موجود ما كانتش الناس استحملت معانا الظروف الصعبة والأسعار الغالية اللي بتمر بيها مصري بقالها أكتر من سنة دلوقتي وأنا باعترف في ده لأن ده واقع احنا بنعيشه احنا بالسبب صحيح لكن فيه عبء كبير جدا جدا على كل أسرة وعلى كل مواطن مصري دلوقتي نتيجة التكلفة العالية اللي احنا بنعيش بيها